بدأ رئيس وهيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي سيكيو براون زيارة غير معلنة إلى منطقة الشرق الأوسط لمناقشة سبول تجنب أي تصعيد محتمل تأتي زيارة براون في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل تبادل إطلاق سراح المحتجزين مع خفض التوتر بين إسرائيل وإيران وحزب الله ومن المقرر أن يزور الجنرال الأمريكي مصر وإسرائيل في الأيام المقبلة بعد انتهاء جولته الأولى في الأردن لسماع وجهات نظر القادة العسكريين حول الأوضاع في المنطقة